هناك تناغم أو تناسق ما بين التدينين إن صح التعبير أعطيك مثال كي تتضح الصورة قلنا شخص متدين قلنا التدين أنواع كان التدين المعرفي والسلوكي والعاطفي المعرفي كثير من الأشخاص يتطلعون كثيرا على الدين وفيه ندامي وفيه شكل عادي يعني كتشوفه ما تشوفش أن الشخص هذا ممكن يكون ملتزم أو متدين ولكن هو متدين جدا من ناحية المعرفية في المقابل السلوكي المتدين السلوكية تجده معناها في صلوات الأشياء السلوكية فقط في الجانب المعرفي لا يعرفه شيء لا يقول لا يعرفه شيء ولكن لا يتطلع مثل الشخص المعرفي الشخص العاطفي تلقاه ربما العاطفي تلقاه مثل أشياء القومية مثل الإساءة لنبي صلى الله عليه وسلم تلقاه هو الأول مثلا في الأقصى الشريف تلقاه هو الأول ربما تجده لا يذهب إلى صلاة أحد صلوات الخمس تقول لا يذهب إلى صلوات الخمس ولكن لا يذهب ولكن تلقاه تديونه عاطفي ماذا يحدث هنا عندما يلتقي شريك مع شريكة في اختلاف نوع التديون تعود تشوف الآخر أنت غير متدين والآخر يقول أنت لا تفقى هنا شيء في القراءات هنا域 الإختلفات حتى من ناحية الهندام من ناحية الشكل الشخص يؤمن بالشكل دخلا يؤمن بالشكل هorthا متدين ومتدينة ولكن نوع الإختلاف PUBG يذهب إلى خلوق هذا متخلج ومتخلق ولكن هذا متخلق عصبي وهذا متخلق هذا متخلق هذه متخلقة غير معطاء وهذا متخلق معطاء يعني هكذا الاختلاف هنا وين يجب محص وفحص الشريك